بسم الله الرحمن الرحيم ياسمين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذران فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكذب ما قدروا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثانس فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنكم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تبهدون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم آهين ذكرتم بل أنكم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آهد تخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقزون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفل لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي بعده من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يربعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حربا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواد كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعذون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النيار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاع البلاحين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزون إلا صيحة واحدة تاقذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكون اليوم نختم على أخوانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسلبقوا الصراط فألا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يربعون ومن نعمرونه كسر في القلق أفلا يعقبون وما علمناه الشعر ولا ينبغي له إنه إلا بكم وقرآن مبين ليوزر من كان حيا ويحق القول على الكفرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ربودهم ومنها ياكون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم دون محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفته فإذا هو خصير مبين وضرب لها مثلا ونسي خلقهم قال من يحين عظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنكم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجعون ترجمة نانسي قنقر